بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثاني الابتدائي حتى نستفيد سوية من الدرس هنا قوانين اعتدنا على ذكرها وسردها بداية كل حصة دراسية أود قبل كشف هذه القوانين أن تقوموا بذكرها لي ماذا كانت قوانيننا؟ أحسنتم أبحث عن مكان هادئ بعيد عن إخوتي ماذا أيضا؟ أجلس جلسة صحيحة هل يصح أن أستلقي؟ أحسنتم لا يصح ذلك أبدا ماذا أيضا؟ أتعلم جيدا حتى أتفوق ماذا أيضا؟ هيا أجلس حتى ماذا انتهاء الوقت وتأذن لمعلمتي بمغادرة الحصة هيا الآن لنشاهد أهداف درسنا وعنوان درسنا لهذا اليوم بإذن الله سيكون موضوع الدرس عن تقليب صفحات الكتاب قبل ذلك أطلب من أولياء الأمور التواجد حول الطالب أو الطالبة للإجابة على بعض الملاحظات وإحضار الأدوات اللازمة لهم أما فيما يخص الأهداف فالهدف العام هو أن يتقن الطالب أو الطالبة تقليب صفحات الكتاب الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أولها أن يتعرف الطالب أو الطالبة على الكتب أن يتعرف الطالب أو الطالبة على الجلسة الصحيحة عند القراءة أن يقلب الطالب أو الطالبة الكتاب بالشكل الصحيح حسنا طلابي وطالباتي هناك أنواع عديدة للكتب فهناك الكتب التعليمية وهناك الكتب التثقيفية والترفيهية والقصص قد يرغب البعض منكم في يوم من الأيام الاستزادة عن ماذا أنواع الديناصارات ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يستطيع الذهاب إلى المكتبة والبحث في رف الكتب عن عنوان خص ماذا الحيوانات بعد ذلك يبحث عن حيوانات الديناصارات والاستزادة في هذا الموضوع وماذا والتشاعب فيه إذن هناك كتب تثقيفية متنوعة وعديدة أيضا هناك كتب ترفيهية أو ترويحية عن النفس الفائدة من هذه الكتب طلابي وطالباتي هي تنضية الوقت في ماذا في شيء مفيد قد تكون مجموعة من الحكام قد تكون مجموعة من النكات أو أي شيء ترويحي أيضا هناك ماذا الكتب التي تتعلق بالقصص سواء قصص أنبياء أو قصص تاريخية أو حتى قد تكون قصص ماذا قصص أطفال أما فيما يخص أشكال الكتب فهذه العديد من الكتب المختلفة أو المتنوعة الآن طلابي وطالباتي سننتقل إلى تمارين الكتاب سنقوم بحلها بإذن الله جميعها سأقوم الآن بالانتظار قوم بإحضار الكتب والأقلام والألوان هيا لدينا حل لجميع تمارين هذا الدرس هيا الجميع بلا استثناء يقوم بإحضار الكتاب هيا سوف نبدأ الآن نشاط رقم 2 يقول أرسم خطا تحت صورة الجلسة الصحيحة طلابي عند رغبتكم في قراءة كتاب لابد أن نجلس جلسة معينة ذكرناها في دروسنا السابقة وقامت المعلمة بشرحها ماذا كانت الجلسة الصحيحة هل هي الاستلقاء هكذا على الأرض أم الجلوس على الكنبة أو على الكرسي وقراءة القصة أو قراءة الكتاب هيا ماذا كانت الإجابة الصحيحة أحسنتم بارك الله فيكم هذه هي الإجابة الصحيحة وهي كما يجلس صديقنا جلسة صحيحة مستقيم الظهر إما على كرسي أو كنبة أو صفة نشاط رقم 3 يقول أرسم وجها حزينا أمام المشاكل الصحية المترتبة على الجلسة الخاطئة عند القراءة ذكرنا أن الجلسة الغير صحيحة تسبب مشاكل لنا يا ترى ما هي هذه المشاكل سنستخرجها من هذا السؤال ونرسم أمامها وجها حزينا هل هي تؤثر على صحة المفاصل؟ أحسنتم نعم الجلسة الغير صحيحة تؤثر على صحة المفاصل وخصوصا مفاصل ماذا؟ مفاصل الرقبة هل تؤثر الجلسة الغير صحيحة؟ أو الجلسة الخاطئة عند القراءة على مشكلة دوران الجذع نقصد بدوران الجذع طلابي أو طالباته هو إنحناء الظهر إنحناء الظهر ظهري يكون غير مستقيم هل تؤثر أم لا؟ تؤثر أحسنتم بارك الله فيكم هيا الآن ننتقل إلى نشاط رقم أربعة ولكن قبل ذلك سوف نستعرض مع بعضنا البعض وسيلة توضح ما هي كيفية تقليب الصفحات طلابي عند رغبتنا في تقليب الصفحات نمسك بطرف الصفحة من الأسفل ونقوم بالانتقال هكذا إلى الجهة الأخرى انتقال بحركة غير سريعة نمسك الصفحة من الطرف السفلي الآن سأقوم باستعراض الحركة الخاطئة هل هذا التصرف الذي قمت به طلابي تصرف صحيح؟ أحسنتم تصرف خاطئ لماذا؟ لأني قمت بتقليب الصفحات بشكل سريع قد يؤدي إلى تلف الصفحات وماذا؟ وتمزقها حسنا الآن ننتقل إلى النشاط ونشاهد يقول نشاط رقم أربعة أرسم دائرة حول صورة التصرف الصحيح عند تقليب الصفحات هيا استعرضنا قبل قليل الطريقة أو الكيفية الصحيحة لتقليب الصفحات ماذا كانت؟ أحسنتم بارك الله فيكم هذه هي الكيفية الصحيحة لتقليب الصفحات هيا ننتقل الآن إلى نشاط رقم خمسة نشاط رقم خمسة طلابي جميل ومنتع سيف يكون فيه ماذا؟ تلوين هيا أحضروا الألوان سنقوم بالتلوين طلابي يقول لون الصورة الدالة على الاستخدام السليم للكتاب أحسنتم بارك الله فيكم الصورة التي بالأعلى هي صفحات تامة وغير ممزقة تدل على ماذا؟ الاستخدام الصحيح والتقليب الصحيح للصفحات نشاط رقم سبعة يقول صل بين الكتاب والاستخدام الصحيح لحامل الكتاب يوجد لدينا كتاب في الأعلى ويوجد بالأسفل صورتان صورة لحامل كتاب تحتوي على وردة وصورة لحامل كتاب تحتوي على كتاب هيا أيهم هو الطريقة الصحيحة لاستخدام الحامل؟ الطريقة الصحيحة هي لنكتشف معا أين ستذهب المعلمة؟ أحسنتم بارك الله فيكم هي أن أستخدم لماذا أو تستخدم لماذا؟ لوضع الكتاب فيها حسنا طلابي وطالباتي إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم حتى يتم تعميم هذه المهارة يجب على أولياء الأمور تدريب الطالب أو الطالب على الكيفية الصحيحة لتقليب صفحات الكتاب أما فيما يخص التوصيات فهي أربع توصيات أولها الحرص على المراجعة الدورية وحل الواجبات والتركيز على رفع مستوى الدافعية والمتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء